الفير بلاي هو عنوان الحياة في الكرة في العالم كله، أنا روحت أيامة تفرجت على كلاسيكو، شفت ريال مادريد وبرشلون، شفت ريال مادريد تغلب على أرضه من برشلون، مشفتش أي تعصب من أي نوع الحكم وارد جداً جداً يغلط لأنه بشر، صح؟ طبعاً، لكن لما يغلط وانت عارف أنه بيغلط قاصد هو ده اللي بيخلق التعصب، ولما يروح للفار في ماتشاط وماتشاط تانية بروحش للفار، خلاص يبقى أنت كده العدالة مزانها اختل، ده بيخلق تعصب، مع التوتر النفسي، ما تنسيش إن احنا في حالة بقالنا سبع سنين، من ساورة فيه على توتر، الكورونا عاملة توتر، الحياة صعبة، في ناس الحياة بالنسبة لها هي مبراد كرة القدم اللي بيستناها كل ثلاث سنين ليه؟ ليه وصلنا للمرحلة دي؟ إن الحياة هي ممتش الكورة، ولو أنا خسرت المتش ده، لو كسبته بقيت أسعد واحد في الدنيا، ولو خسرته بقيت أتعس واحد في الدنيا لأن ما فيش حاجة تانية في حياته، يعني ما فيش شيء آخر في حياته يهتم بضيء الحياة والزحمة والخنقة، في الستينيات كان فيه كورة برضو كان فيه تعصب على فكرة، يعني كان فيه مطش الآله الزملة كتلغز هنالت سبعين، كان الزملة كلها لما رأون كان فاني، يعني حجة في الكورة، كان فيه تعصب بس الناس كانت مؤدبة، الناس يا لميس فيه حاجات، يعني قلت قبل كده بس هقول لك، بديهيات الحياة اللي تعلمناها ما بقتش موجودة، إن أنا أحترم الكبير، إن أنا لما أشوف ست واقفة وأنا قاعدة أقعدها، إن أنت عارفة الحاجات، الأخلاقيات دي ما بقتش موجودة، بقى فيه تطاول وبقى 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 مع السوشيال ميديا، ولانت شارعون أنك نفسك تقول رأيك، وبقت مشكلة إن كل واحد دلوقتي فاهم نفسه أديب، وفاهم نفسه شعر، وفاهم نفسه محلل سياسي، وفاهم نفسه كل حاجة، أنت متعصب؟ البعض بيقول عليك إن أنت متعصب، هل أنت متعصب؟ أو ساعات بتحس إن أنت تقصبت فترجع خطوة مثلا؟ ما أصلك كلنا ممكن نخلص؟ ده بحصل، وبعض الأحيان بقول يعني بصي على فكرة حتة أنك تتعصب لفريق كرة، جابرييل جارسي أمركيز، اللي واخد نوبل، كان بشجع كرة وكان محلل كاروي، إبراهيم أسلان، كيت كات، ده الكتاب كبار، جابرييل جارسي أمركيز وأبراهيم أسلان، جابرييل جارسي أمركيز اللي واخد نوبل، اللي هو محفوظ بتاعهم يعني، كان بشجع زمالك، نجيب محفوظ، إبراهيم أسلان كان بشجع الزمالك، وفي ناس كان بتشجع الأهلي، أقصد إن الانتمالي فاروق كرة والتعصب، لأنك بتحرك طاقتك في الساعة ونص دي، كمان مرة، والله العظيم ثلاثة، ماتش الأخير بتاع بطولة أفريقيا، اللي الزمالك كان أعلى من الأهلي، ماتش لما خلص قد ضيقت، بس طلعت معاكي باركة للأهلي، صحيح، ماتش خلص، انتهى، فالآخر فرع فيهم حتى تكسب، لذلك يوجد محفلات جزءا جزءا أو ركزما لتوازن لا يز Bend cheap. إقصد محفل ما يب Maßتب